زراعة الموت في الطرقات وفي الاحياء السكنية تخصص حوثي لحصد اكبر عدد من الضحايا الابرياء اخرها وفاة واصابة 14 مواطنا بينهم اطفال ونساء جراء الغام الميليشيا المموهة خلال شهر نوفمبر فقط ميليشيا الحوثي وعلى مدى سنوات الحرب المشتعلة عمدوا الى زراعة الالغام في مختلف المناطق السكنية التي وصلت اليها في عدد من المحافظات شهر نوفمبر فقط تضمن استشهاد واصابة 14 مواطنا بينهم اطفال ونساء وذلك في مناطق متفرقة ببعض المحافظات في الحديدة وتعز والجوف والبيضاء وصعدة وذلك وفقا لتقارير محلية ودولية حديثة مشيرين الى ان العدد مرشح للارتفاع لان هناك ضحايا لم يتم الاعلان عنهم حتى الان مخاطر لا تنتهي تهدد حياة المواطنين من فقر وجوع ومرض وموت مخفي تزرعه الميليشيا في الاراضي والاحياء السكنية والاهلة بالمدنيين منذ تسع سنوات من الحرب التي اشعلتها في البلاد اكثر من 3000 لغم تم ازالتها في العديد من المناطق والمحافظات المتفرقة وذلك خلال شهر نوفمبر فقط حيث ان افت الالغام من ابرز ما يهدد حياة المواطنين حتى وان انتهت الحرب فتداعيتها وفق خبراء الالغام مستمرة على الامد الطويل لاسيما وان الميليشيا تعمدت زراعتها بشكل عشوائي وبدون خرائط للمناطق الملغومة لتكون حصيلة الالغام الحوثيين المنتشرة في العديد من المناطق اليمنية اكبر من حصيلة الالغام التي وجدت اثناء الحرب العالمية الثانية وفق تقارير الامم المتحدة اشتركوا في القناة